السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذ السنة الثالثة متوسطة لحتى أولياء التلميذ لهم يشاهدوا فينا معكم الأستاذ ياسمين وأبنائي وبناتي إن شاء الله اليوم راح نشوفوا اختبار الفصل الأول في مادة اللغة العربية إذن يلا بدون إطالة نبدأوا نقرأوا الأسئلة التعنى النص التعنى ونفهموا كل سؤال بماذا يعني باشا كده أبنائي تعرفوا باللي يطيح لكم يعني الاختبار التعالى الفصل الأول يطيح لكم على هذا الشكل إذن يلا بدون إطالة نشوفوا باللي المدة الزمنية عندنا سعتين يعني ناخد رحتنا كاملة السنة يقول التكافل الاجتماعي مبدأ أساسي من مبادئ التشريع الإسلامي ولازم أكيد من لوازم الأخوة ترتقي من خلاله المشاعر الإيمانية ليقوم أفراد المجتمع بواجباتهم تجاه بعضهم البعض ويتضامن أبناء المجتمع لاتخاذ مواقف إيجابية تصب في مصلحة المجتمع وتجلب له الخير والسعادة والاستقرار وذلك لرعاية الفقراء ومسح دموع اليتامة والمرضى وأصحاب الحاجات ومقاومة كل ما يخل بسعادة والاستقرار وكفاية المجتمع كالاحتكار والغش والفساد والسغلال حاجة الناس والغلاء وغير ذلك مما لا ينسج مع ما أمرنا الله تعالى به من التعاون على فعل الخيرات والعمل الصالح قال الله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله وإن من تمام الإيمان بالله وكماله أن يحب كل مؤمن لأخيه المؤمنة من الخير والمعروف ما يحبه لنفسه مما يوثق بنيان الأخوة الإسلامية ويدعم أركان المجتمع ليصبح مجتمعا متماسكا متعاونا وهذا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فشتان بين ما نحن فيه وما دعان إليه الإسلام ومما ينبغي أن نعلمه أن تكافل أفراد المجتمع لا يقتصر دوره على الجانب المادي فحسب بل يتعداه ليشم الجانب المعنوي وذلك من خلال ما يسود بين أفراد المجتمع من تناصح وتوجيه وأمر بمعروف ونهي عن منكر ونشر العلمي قال صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم يلا إذن الخاتمة تقول فالتزموا يا أبناء الوطن هذا الخلق العظيم بجانبيه المادي والمعنوي لتسقيم أحوالكم وتعيشوا أمينين مطمئنين يدا واحدة حتى لا تذهب ريحكم ويسود بينكم الحق والعدل وتنتفي عنكم الفساد والظلم إذن لاحظوا باللي النص سهل وبسيط يتحدث عن التكافل اجتماعي وشو معنى التكافل اجتماعي معنى التضامن ما بين أفراد المجتمع سواء كان مادي معنتها بما نستطيع من مادة أو معنوي بما نستطيع من نصح وإرشاد وتوجيه وأمر بمعروف إلى غري ذلك واللاحظوا باللي النص تعنا ولا السند تعنا مليء بالآيات يعني الاستشهاد والأحاديث مفهوم إذن سهل وبسيط يلا ونحن نشوفو كيفاش طيحنا الأسئلة إذن نبدأ الأسئلة الوضعية الجزئية الأولى حول 14 مرضا تقول أفهم نصة نقاط هات الفكرة العامة المناسبة للسند إذن دوما نقول لكم أبنائي النص يقرأ ثلاث مرات لأستطيع أن نجبد الفكرة العامة يعني أستطيع استخراج الفكرة العامة ودوما من المستحسن الفكرة العامة تبدأ باسم إذن تكون جملة اسمية وليس فعلية يلا السؤال اللي بعده استخرج من السنة ثلاث مظاهر لتكافل إجتماعي وشو معينتها مظاهر لتكافل إجتماعي معينتها ما آراه لتكافل إجتماعي نرسنا التكافل الاحتكار يوثق يعني كل هذه رح نشرحوها وفي الأخير ما القيمة التربوية للسنة القيمة التربوية المستفادة وللمستخلصة معنتها ما فهمناه من النص يعني وش فهمناه كاملة من النص وليست فكرة عامة رح نشوفه كيفاش لازم تعلينا تبدأ أتذوق النصح عليه نقطتان يقول سمي وشرح صورتين البلاغيتين البيانيتين أول صورة تقول بالتكافل اجتماعي ترتقي المشاعر الإيمانية رح نشوفوا الراهي الصورة البلاغية هذا باء إن المؤمنة للمؤمن كل بنيان يشدوا بعضه بعضا إذن رح عندي الصورة هنا رح نقول وشنه هات الصورة البيانية ما هي وأشرحها نفس الشيبة نقول ما هي الصورة البيانية وأشرحها نفهم إذن أبناء إذن وشنه معنت الصورة البيانية المحسنات إذن هنا ما نغلطوش أعرف قواعد لغتي ست نقاط أول سؤال يقول لي استخرج من السند ما يلي فعلا مضارع منصوب بأن مضمرة وجوابا واعربه فعلا مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا واعربه إذن وجوبا وجوازا ليس نفس الشيء إذن لهنا نجيب الأفعال اللي استخرجناها ونعربها إذن وجوبا وجوازا إذن نحن نستخرجوا الإعرام هات الخطرام شي هم اللي يعطوه هنا يلا جيم جملة شرطية وبين عناصرها إذن نستخرج جملة شرطية ونقول شكنه من عناصر تحها تنين اعرب ما تحته خط إذن ننتقلوا الآن للإعرام الحقيقي إذن وش عندي ليقومة إذن نعرب ليقومة ونعرب لا يسلطن مفهوم لا يسلطن فالتزموا إذن عدنا ثلاث كلمات للإعرام إذن يلا نرحو اللي بعده ثالثا نحول جملة إلى جمع المخاطبين حذاري جمع المخاطبين معتهم جموعة راني نخاطب فيها إذن إن تتحد مع أخيك في الصراء والضراء تتغلب على مصائب الظهر إذن نحن نشوف كيف نحولها إلى جمع المخاطبين معتها جمعة وخاطبهم نرحو الوضعية الإدماجية عليها ست نقاط السياق قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه التعليم إشرح الحديث النبوي الشريف مبيناً الواجبات والحقوق المتبادلة بين أبناء الأمة الواحدة ذاكراً أثر ذلك على حياتهم إذن نهنا كلي رح نشوفوا هذا الحديث لا تهونا رسول عليه الصلاة والسلام كلي رح نفسره يعني نبينوا الواجبات تنبينوا الحقوق تع المؤمن يعني واجبت المؤمن تجاه أخيه حقوق المؤمن مع أخيه المتبادل من ثم معتها مؤمن مع مؤمن بين أبناء الأمة الوحيدة الأمة الوحيدة معتها الأمة الإسلامية لأنه قال صلى الله عليه وسلم ذاكراً أثر ذلك معتها ما هي الفوائد كيكونوا هكذا تكون بينتنا المودة والرحمة إلى غير ذلك ما هي آثارها ولا فوائدها إذن يلا أبناء بدون إطالة نبدأ والتصحيح معها إذن السؤال الأول يقول هات فكرة عامة مناسبة للسند إذن قلنا الأفكار العامة دوماً من المستحسن أنه تكون جملة قصيرة يعني تكون مثل حرفة عفواً كلمات أو تكون جد طويلة حتى المصحح ما يقدرش يحسبها كفكرة عامة إذن وتبدأ بإسم يعني من المستحسن تكون جملة إسمية مثلاً نعطي مثال أهمية التكافو الإجتماعي وواجبات الإنسان نحو أخيه والتعاون معه مفهم؟ لكن المصحح لازم يلقى كلمة التكافو الإجتماعي لأن هذا هو المغزى من النص مفهم؟ يلا قال لي أعطيني ثلاث مضاهر لتكافو الإجتماعي مُعْتَهُ وِاشْ نَلْقَاهِ في التكافو الإجتماعي وإلا تالات أمثلة مضاهر معتها أمثلة للتكافو الإجتماعي في المجتمع التضمن بين أفراد المجتمع لأبناء المجتمع في مصالح الخير مقاومة كل ما يخلوا بالسعادة والاستقرار المجتمع مسح دموع اليتامة والمرضى مفهوم؟ هذو أمثلة ولا مظاهر من مظاهر التكافي الاجتماعي اللي استخرجناهم النص مفهوم؟ إن ذلك رعاية الفقراء مسح دموع اليتامة والمرضى وأصحاب الحاجات مقاومة كل ما يخلوا بالسعادة والاستقرار المجتمع إلى غير ذلك مفهوم؟ إذن كلها أمثلة عن التكافي الاجتماعي لو شيدين التكافل الاجتماعي يلا اللي بعده بماذا أمرنا الكاتب ولماذا إذن لحل الله هنا ها هي ما أمرني به الكاتب إذن أمرنا الكاتب بالالتزام بالتزام التكافل الاجتماعي بجانبيه المادي والمعنوي سواء يعني ماديا أو معنويا لتستقيم أحوالنا ونعيش آمنين مطمئن إذن نلقاوها في الفقرة الأخيرة إذن يلا أبنائي الآن يقول لماذا لنعيش آمنين مطمئنين يعني أحوالنا تستقيم يلا السؤالي بعده يقول الشرح المرادفات التكافل احتكار ويوثق التلميذ اللي يعرف يشرحهم وإن لا يقدر يشرحهم بسح التلميذ اللي ما يقدرش لازم يعاود يقرأ الجملة بالكلمة تهدو بش يقدر يفهم المعنى وينو يضر مثلا التكافل معنى التأاظر معنى تقول التكافل الاجتماعي ولا نقول التأاظر الاجتماعي ولا نقول تعاون اجتماعي كلها نفس الشي تصب في نفس المعنى الاحتكار نعرفه كلنا هو جمع السلع وتخزينها قصد المضاربة يشرح معنى مش معنى تشرحه بكلمة واحدة وإنما نقدر نشرحه بجملة ما فهم يلا يوثق وش معنى أنا اوثق معنى ها وقوي ولا امتن معنى يمتن معنى نمتن الحاجة ما فهم أما بالنسبة للقيمة التربوية دايما وش نقول تلميذ توحي القيمة التربوية دا ومن بدوها أدركت أنه استنتجت أنه يجب علي أنه ما فهم إذن نبدأ بش حنا وش فهمنا يلا مثلا القيمة التربوية لهذه السنة أدركت أن التكافل بين أفراد المجتمع مبدأ لازم من مبادئ ديننا الإسلامي لتستقيم أحوالنا ما فهم هذه بالنسبة للقيمة التربوية معنى ها وش فهمنا نحن من النص ما فهم يلا نمرو إلى اللي بعدو اللي يقول لي إليك صورتين شوفوا الصورتين اللي هنا البيانيتين بالتكافل اجتماعي ترتقي المشاعر الإيمانية إذن نحن لازم نقولوا شنه هو نوعها إذن يلا أبنائي بالتكافل الاجتماعي ترتقي المشاعر الإيمانية يلا هنشوفوا اللي هنا شبه الكاتب المشاعر الإيمانية بالإنسان لأن المشاعر لا ترتقي إذن كنقول أنا المشاعر ترتقي وش معنى ترتقي معنى تعلو يعني يرى هي تزيد في العلو يعني المشاعر لا تزيد يعني ما هيش ترتقي كما نقول إنسان يرتقي في عمله معنى ترى وغير يزيد يطلع المشاعر لا ترتقي فهي ليست إنسان لذلك حذفنا المشبه به على سبيل الاستعارة المكنية إذن ما تنسوش أبنائيكين حدفوا المشبه به السعارة مكنية كي نحتف المشبه تصريحية وترك لازما من لوازمه وهي ترتقي إذن دعونا نشنق الأبنائي دايما قولوا هكا بالتكافل اجتماعي ترتقي المشاعر مثل الإنسان إذن الإنسان ومشبه به إذن حدفته إذن عندي السعارة مكنية لو كان خليته لو كان هي تشبيه عادي مفهوم؟ يلا هنشوفوا إن المؤمنة للمؤمن كل بنيان يشد بعضه وبعضا إذن شوفوا لحظوا كا إذن وش عندي التشبيه إذن شكون المشبه هو المؤمن هو اللي احن شبهه بماذا شبهته كالبنيان إذن شبهته بالبنيان الأدات اللي استعملتها هي الكاف ووجه الشبه هو التماسك يعني قلت يشد بعضه وبعضا الشدة والتماسك مفهوم؟ يلا هل هنا ننتقل إلى اللي قال لي استخرج من السند شوفوا مليح ابنائي استخرج من السند ولم نستعي فعلا مضارعا منصوب بأن مضمرة وجوبا وفعلا منصوب بأن مضمرة جوازا إذن لازم فرق ما بين وجوبا وجوازا إذن مثال عندنا يحب مثلا إلا الله نوريها لكم أبنائي أن يحب إذن أن يحب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة مفهوم؟ يقوم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا وعلامة نصبه الفتحة إذن وجوبا أبنائي جاي منك كلمة واجب إذن يجب علي أن أضعها مفهوم جوازا يجوز هكذا أو يعني تقدر أن ينحطها أو لا أضعها مفهوم عندنا كذلك مثلا النعلما النعلما يعني يخلونا من الضمير المتصل النعلما نفس الشيء فعل مضانع منصود بأن المضمرة مفهوم ابنائي إذن وش لازم عليكم كيقولوا كيستخرجوا هكذا منص نسطروا ولا نحوطوا على كامل اللي عندنا ونبدأ نشوف إذا كانت جوابا أو جوازا مفهوم إذن هنا وجوبا لازم جوازا تقدر يعني هكذا أو هكذا مفهوم يلا نحوط اللي بعد اللي قال لي يستخرج يلا جملة شرطية وبين عناصرها إذن الشرط وشنه هو ما تفعلوا يعلمه إذن قول الله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله إذن هذا رهو شرط مفهوم كيف أبينوا الأدوات توعوا ولا العناصر إذن شوفوا أبنائي ما هي أداة شرط تفعلوا هو فعل الشرط جواب الشرط وشي صرى بعد ما تفعلوا جواب الشرط هو يعلم مفهوم إذن وما تفعلوا من خير يعلمه الله إذن أنا ما تهمني شي الباقية يهمني أداة الشرط فعل الشرط والجواب تاع الشرط مفهوم إن تفعلوا كذا فإن الله هيعلمه إذن جواب تاعي أنه ربي يعلم أي حاجة نفعلوها مفهوم يلا هنروحوا إلى الإعراض بتاعنا نبدأوا ليقومه إذن أبنائي معروفة لام التعليل يقومه فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد لام التعليل تلاحظوا باللي نفسها أعطوها النلهنة إذن عادي جدا وشنو قلنا؟ علش قلنا جوازا؟ نقدر أنه نديرها لأني يقومه ولا نقول ليقومه نفس الشي إذن حدفتوها أعطاتني نفس ليقومه يعني السياق قعد صحيح ولا نقول ليقومه صحيح لأني يقومه أو يقومه إذن قلنا جوازا استطيعوا حدفها أو تركها وجوبا يجب علي أن أضعها يعني لو كان نحدفها تخلوا بالمعنى إذن اللي بعده يسلطن لا يسلطن إذن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد إذن نون التوكيد يعني يسلطن مفهوم إذن فهو فعل مضارع يلا اللي بعده التزموا فالتزموا إذن التزموا وشنوه؟ فعل الأمر مبني على حذف النون ما أخذش نقول التزمونا أنتم لا حذف النون والو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل اللي هو أنتم رفهم يلا هذا بالنسبة للإعراب يلا نروح للسؤال اللي بعده اللي قال لي حول الجملة إلى جمع المخاطبين شكونوا ما جمع المخاطبين نشوفوا الجملة تانا إن تتحد مع أخيك في الصراء والضراء تتغلب على مصائب الظهر إذن يلا التحويل إن تتحدوا مع إخوانكم في الصراء والضراء تتغلبوا على مصائب ضراء إذن هو كان إنسان واحد أنا رجح مجموعة إن تتحدوا مع إخوانكم في الصراء والضراء تتغلبوا على المصائب يلا بالنسبة للوضعية الإدماجية لها ست نقاط شوفوا أبنائي كيف رح تتنقطوا خدمة الموضوع وتسلسوا الأفكار إذن أنا نشرح الحديث النبوي الشريف لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه مع أنت أنا ما أريده لنفسي أريده لغيري من المؤمنين نفهم يعني لازم نهضر على هذا السياق سلامة اللغة مع أنت ما عنديش أخطاء إملائية ولا صرفية ولا نحوية الإتقان يعني جمال خط ووضوح الكتابة وما عنديش مثلا تخربيش وبزاف لي فاصغ وإلى غري ذلك نفهم إذن نقدر مثلا السياق نقول نبدأ به قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه ونبدأ ودايما نشعدنا عندنا المقدمة الموضوع التاعنا والخاتمة دوما نتحاسبه على جسم الوضعية ولبنية الوضعية الإدماجية ما فهم ونبدأ نكتب لي كل خير أحبه لنفسي لازم علي أحبه لغيري ما فهم الواجبات على المؤمن تجاه المؤمن كذلك حقوق المؤمن تجاه المؤمن لنبني أمة إسلامية واحدة يسودها الأمن والإستقراء للغاية ذلك ونقدروا حتى ندوم الأفكار من السند التعنات حتى كافة الاجتماعي إذن أبنائي هذا بالنسبة لاختبار اللغة العربية للفصل أول للسنة الثالثة المتوسط إذا عندكم أي سؤال ولا إستفسار خلوه لي في التعليقات وجيبوا عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقومكم كالعادة بالتوفيق إن شاء الله